اشتركوا في القناة بين باكستان وإيران وبعد نقله تجربة المملكة الرائدة في التحول الرقمي اختتام معرض السعودية الرقمية المصاحب لمشاركة المملكة في منتدى دافوس العالمي تفاصيل النشر بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود حفظه الله وشارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي في النسخة الثالثة من قمة دول مجموعة السبع والسبعين والصين على مستوى القادة وذلك في العاصمة الأغندية كامبالا وأكد الخريجي خلال كلمته على ضرورة وقف العمليات العسكرية على الأراضي الفلسطينية بما يضمن حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كما بيّن أن المملكة حريصة على أمن واستقرار جميع دول المنطقة وأنها تولي أهمية كبيرة لقضايا تنمية المبادرات الإنسانية ودعم دول الجنوب كما تطرق في كلمته إلى تحديات تغير المناخي وأهمية الدفع بجميع الحلول المناخية المتاحة منوها بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة بهدف رسم توجه المنطقة في حماية كوكب الأرض والطبيعة رحبت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية في بيان لها باتفاق خفض التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتأمل في حل كافة الخلافات بطرق والوسائل السلمية والحوار وفق المبادئ الأساسية للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار أطلق أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز الخطة التشغيلية لإمارة المنطقة للعام الحالي 2024 وطلع سموه على الخطة التشغيلية التي تركزت على ستة أهداف رئيسة منها بناء استراتيجية الإمارة وخطتها التشغيلية مع مشروع استراتيجية وتطوير المنطقة والتميز في خدمة المواطن والمقيم بأعلى جودة وأكد سموه بأن الهدف من الخطة التشغيلية هو إيجاد حلول للمواطن دائما لخدمتهم بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية دخلت قافلة شاحنات سعودية من معبر رفح في اتجاه قطاع غزة وتحمل الشاحنات مساعدات طبية وغذائية وإيوائية تشمل 45 شاحنة ضمن الحملة الإغاثية لمتضرر قطاع غزة تجاوز مجموعة تبرعات للحملة الشعبية لغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 619 مليون ريال فيما وصل عدد المتبرعين إلى أكثر من مليون وستمائة ألف متبرع وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الإغاثية على منصة ساهم إنفاذا لتوجيهات القيادة بحث البرلمان العربي في مقر جامعة الدول العربية عددا من الموضوعات منها تطورات القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجه الدول العربية ودع البرلمان العربي إلى مقاطعة كل القوى التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي مطالبا الدول العربية بالوقوف صفا واحدا أمام محاولة تهجير الشعب الفلسطيني ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية من جهة أخرى انتقد البرلمان العربي مذكرة التفاهم الموقع بين أثيوبيا وما يسمى أرض الصومال باعتبارها تمثل تهديدا للأمن القومي العربي مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البرلمان يدعم قرار مجلس وزراء الخارجية العربية الأخير باعتبار مذكرة التفاهم هذه باطلة واصل الطائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدافها لمستشفيات مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وفادت مصادر طبية فلسطينية أن الطائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت المشتسف الأوروبي جنوب شرق مدينة خان يونس والذي يتواجد فيه آلاف نزحين كما واصلت الدبابات الإسرائيلية الاقترابة من المداخل وطرق الشرقية والشمالية المؤدية لمستشفى ناصر الطبي الذي سمع في محيطه دوي أو دوي قصف عنيف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي والتي توفر الغطاء لتقدم الدبابات أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش أن الدمار الشامل الذي لحق بقطاع غزة وعدد الضحايا المدنيين في هذه الفترة القصيرة لم يسبق لهما مثيل على الإطلاق خلال فترة ولايته أميناً للأمم المتحدة وشار جوتريش إلى المخاطر اليومية التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني ومنع وصول المساعدات مؤكداً فقدان 152 من موظفية الأمم المتحدة في غزة اختتم معرض السعودية الرقمية أو اختتم معرض السعودية الرقمية أعماله المصاحبة لمشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لنقل تجربة المملكة الرائدة في التحول الرقمي وبناء الشراكات الدولية وشهد معرض السعودية الرقمية حضوراً لافتاً وتفاعلاً كبيراً من وفود منتدى دافوس الذي جذبت جلساته وفعالياته كبار المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين حيث أشادوا بأحدث التقنيات والابتكارات الوطنية التي تعزز التوجه المستقبلية نحو أفاق أو أفق رقمي واعد تدشن اليوم الاثنين في العاصمة الرياض أول محكمة تنفيذ إدارية في المملكة بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين والمهتمين ويعد هذا تدشين نقلة نوعية لتعزيز الأمان القضائي ومواكبة لتطور المتسارع في بيئة الأعمال والاستثمار والاقتصاد بعد الانتهاء من أعمال إنشائه يفتتح مشروع نفق الدرعية والذي يربط مدينة الرياض بمنطقة الدرعية التاريخية ويضم نفق الدرعية ثمانية مسارات ويمتد طوله مسافة 435 مترا كما يسمح بمرور أكثر من عشرة آلاف مركبة في الساعة الواحدة ويسهم المشروع في تسهيل الوصول إلى المواقع التاريخية والتراثية في الدرعية ما يجعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية والثقافية في المنطقة والعالم تنطلق اليوم الاثنين وعلى مدى ثلاثة أيام جلسات وأعمال منتدى مستقبل العقار الفين واربعة وعشرين وستشهد الجلسات مناقشات وحوارات وفق محاور استراتيجية عدة حول منظومة العقار على المستوعين المحلي والعالمي حيث يبلغ عدد المتحدثين أكثر من ثلاثمائة متحدث يشاركون من أكثر من خمس وثمانين دولة من مختلف دول العالم في أكثر من خمسين جلسة وأكثر من أربعين ورشة عمل انطلقت في الرياض منافسات هاكاثون المسؤولية المجتمعية في نسختها الثانية بمشاركة أكثر من ستين مشاركا يمثلون أكثر من عشر جامعات محلية وتعد هذه النسخة حدثا إلكترونيا تقنيا يجمع المبتكرين وتقنيين ونخبة من المتطورين أو المطورين في واحد أو المطورين تحت سقف واحد لتطوير العمل التقني وتقديم حلول إبداعية في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال تطبيقات الأجهزة الدكية أعلن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال عن إزالة أكثر من عشرين مليون محتوى متطرف وإغلاق أكثر من ثمانمائة قناة على منصة تيليجرام خلال الربع الأخير من عام الفين وثلاثة وعشرين وكشف فريق اعتدال عن زيادة في نشاط نشر الدعاية المتطرفة لتنظيمات داعش وهيئة تحرير الشام والقاعدة الإرهابية مشيرا إلى إزالة أكثر من ثلاثة واربعين مليون محتوى خلال الفين وثلاثة وعشرين وأسهمت شراكة اعتدال مع منصة تيليجرام في إزالة أكثر من ثمانية وخمسين مليون محتوى متطرف وإغلاق أكثر من ثلاثة عشر ألف قناة منذ بداية التعاون بينهما في عام الفين واثنين وعشرين أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن رفع نسبة توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة خمسين وعشرين بالمئة بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وذلك ابتداء من الحادي والعشرين من يوليو المقبل وسيتم تطبيق نسبة تطوين الجديدة على منشآة القطاع الخاص التي يعمل بها خمسة عاملين في المهن الهندسية يأتي هذا القرار ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى تطوير وتوفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة انطلق منتدى الأعمال العماني السعودية الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان ويستعرض المنتدى الفرص والحوافز الاستثمارية في كل من سلطنة عمان والمملكة ومقومات الاستثماري في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتسريع اطلاق المشروعات العمانية السعودية للمشتركة التي تحقق توجهات البلدين نحو التنويع الاقتصادي استكملت شركة المياه الوطنية تشغيل ثمان محطات جديدة لتنقية مياه الشرب المصغرة بضحية الملك فهد بمحافظة البيضاء في المنطقة الشرقية وتعتبر هذه الحزمة الأولى من أصل خمس عشرة محطة لتنقية مياه الشرب في مدن المنطقة بهدف الارتقاء بجودة المياه وزيادة نطاق التقطية بالمياه المحلة وأوضحت الشركة أنها تضخ يوميا أكثر من 20 ألف متر مكعب من المياه كطاقة قصوى وتعمل الشركة حاليا على تقييم كفاءة التشغيل لهذه المحطات في شبكات الأحياء المستهدفة وإلى تابوك حيث تعتبر الصيادية أحد أشهر الأطباق في المنطقة ويعكس جزءا من هوية المنطقة الغدائي يأتي ذلك مع اختيار طبق الصيادية مؤخرا طبقا مناطقيا لمنطقة تابوك من قبل هيئة فنون الطهي نتابع يعد الطعام أحد أهم الروافد المساهمة في نشر وتعزيز ثقافة المجتمعات حول العالم فمؤخرا اختارت هيئة فنون الطهي طبق الصيادية طبقا مناطقيا لمنطقة تابوك ضمن مبادرة روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق بهدف التعريف بالأطباق السعودية محليا وعالميا وتعزيزا للفرص الاقتصادية للأطباق السعودية ومكوناتها طبق الصيادية يعد من أشهر الأطباق في منطقة تابوك إذ يحضر من أفضل أسماك البحر الأحمر كالناجل والهامور والفارس وغيرها وهو طبق يقبل عليه الأهالي بشكل كبير وملحوظ خاصة في يوم الجمعة وهنا يواصل الشيفوائل اليزيد مراحل طهي الصيادية إذ يعتمد الطبق على إيصال البصل لدرجة تحمير معينة ويعطى الأرز لونا بنيا مميزا ويقدم السمك على الأرز بعد استوائه تمتلك كل منطقة من مناطق المملكة إرثا تاريخيا بحضاراتها المتعاقبة وسجلا يعكس ثقافة ساكنيها جيلا بعد جيل وعادات وتقاليد تعد سمة لكل منطقة نشرة انتهت وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها نيابة عن الملك نائب وزير الخارجية يشارك في النسخة الثالثة من قمة دول مجموعة السبع والسبعين والصين المملكة ترحب باتفاق خفض التوتر وعودة العلاقات بين باكستان وإيران وبعد نقله تجربة المملكة الرائدة في التحول الرقمي اختتاب معرض السعودية الرقمية المصاحب لمشاركة المملكة في منتدى دافس العالمية شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة